في الأزمة الروسية الأوكرانية زار نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي دمتري مدفيدف نيابتان عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منطقة لوهانسك وأضف مدفيدف أنه بحث مع رئيسي منطقتين لوهانسك ودونسك التدابير ذات الأولوية التي يتعين اتخاذها لضمان أمن دونباس أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونسكا الأوكرانية بافلو كريانينكو مقتل سبعة مدنيين وإصابة أربعة عشر أخرين نتيجة القصف الروسي للمنطقة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وأشار إلى أنه من المستحيل حاليا تحديد العدد الدقيق للضحايا في ماريو بول وفلوم فانكا مضيفا أن منذ انطلاق العملية العسكرية قاتلت القوات الروسية سبعمائة وثلسة وعشرين مدنيا فيما أصيب ألف وثمانمائة وخمس واربعون آخرون في منطقة دونسكا قال رئيس مجلس الدوم الروسي فيتسلاف بلودن إن مسئولية عواقب قصف محطة التقنوية في زابوريجيا تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا لعدم اتخاذهم أي تأجراءات وشدد دافلودن على أن قصف محطة زابوريجيا للتقنوية يمكن أن يؤدي إلى كارثة نوية مشيرا إلى أن تصرفات واشنطن ونظام كييف تحمل في طياتها خطر وقوع كارثة نوية مشيرا إلى أن رؤساء الدول الأوروبية ستقع عليهم المسئولية أيضا نظرا لصمتهم عن قصف المحطة النوية دعا رئيس الأوكراني فلودمير زلناسكي المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لإخراج الروس من محطة زابوريجيا للتقنوية وفي خطابه اليومي أضف زلناسكي أن الانسحاب الكامل للروس واستعادت أوكرانيا للسيطرة الكاملة على المحطة سيضمنان الأمن النووي لأوروبا بأسرها إلى ذلك وصف المدير العام للوكالة الدولية للتقنوية رافيال جروسي الوضع في محطة زابوريجيا للتقنوية بالحرق وخلال حديثه عبر الفيديو في اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي أكد جروسي ضرورة السامح للوكالة الدولية للتقنوية الذرية بإرسال بعثة إلى زابوريجيا بأسرع وقت ممكن لتفقد المحطة مشددا على أن الوقت ينفد فيما تحاول الوكالة منذ أسابيع إرسال بعثة لتفقد المحطة بعد مرور أكثر من ستة أشهر ونصف منذ بدء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا يحبس العالم أنفاسه خوفا من حدوث كارثة نووية بمحطة زابوريجيا النووية فالمحطة النووية الأكبر في أوروبا تعرضت للقصف مجددا فيما تبادلت موسكو وكييف لاتهامات بشأن الضربات الجديدة وذلك في الوقت الذي شددت فيه الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي على وجوب تمكينها من دخول المحطة بأسرع وقت ممكن المحطة النووية التي سيطرت عليها موسكو منذ الرابع من مارس الماضي أي بعد حوالي عشرة أيام من بداية العملية العسكرية على أوكرانيا استهدفت بعمليتي قصف الأسبوع الماضي مما أثر قلق المجتمع الدولي وفي آخر تطورات العملية العسكرية أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف تنشر مراكز قيادتها ومضرعاتها ومدفعيتها في رياض الأطفال بمناطق زابوريجيا ونيكولاييف وعدد من المناطق الأخرى التي لا تزال خاضعة لها وقال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع إنه في روضة أطفال بمدينة زابوريجيا تم نشر مقر قيادة لقوات ما يسمى الدفاع المحلي ومعدات عسكرية وميدانيا أيضا وعلى بعد حوالي 100 كيلو متر من محطة زابوريجيا وتحديدا في نيكوبول الواقعة على الضفة المقابلة من نهر دينيبر أعلن الحاكم فالنتين ريزنيشينكو مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة تسعة في قصف روسي براجمات صواريخ جراد أعرب وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوشينكو عن امتنانه لتصريح مجموعة السبع والتي أكدت أن سيطرة روسيا غير القانونية على محطة زابوريجيا النووية تشكل تهديدا للمنطقة جاء ذلك خلال اللقاء جالوشينكو وسفراء دول مجموعة السبع لمناقشة الأحداث المتعلقة بمحطة زابوريجيا النووية واستعدادات أوكرانيا لموسم التدفئة وخلال اللقاء تم مناقشة حاجة أوكرانيا إلى موارد الطاقة مع الأغذي في الاتبار التحديات والتهديدات المتعلقة بالتدخل العسكري الروسي نشرت وزارة الدفاع الروسية اليوم لقطات لما قالت أنها طائرات عسكرية روسية تحلق في سماء أوكرانيا وقالت الوزارة أن اللقطات تظهر طيارين من الروس ينفذون ضربات صاروخية وطائرة مقاتلة من تراز سوء 35 في مهمة قتالية في سماء أوكرانيا قالت بريطانيا أن الانفجارات التي وقعت هذا الأسبوع في مطار ساك العسكرية الذي تديره روسيا غربي شبه جزيرة القرمة أدت إلى خسارتها ثماني مقاتلات ما أصفر عن تدهور في قدرات الأسطول الجوي التابع للبحرية في البحر الأسود وأضفت بريطانيا أن قدرة روسيا العسكرية بالبحر الأسود ستتأثر إذ أن أمطار سكاي قاعدة تشغيلية أو أن المطار قاعدة تشغيلية رئيسية وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن المطار لا يزال يعمل على الأرجح لكن المنطقة المخصصة لتوقف الطائرات وانتشارها بجواره تعرضت لأدرار جسيمة ذكرت وكالة حرس الحدود البولندية أن عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا إلى بولندا ارتفع إلى خمسة ملايين وأربعمائة وثلاثة وأربعين ألف لاجئ وذلك منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأوضحت الوكالة أن بولندا استقبلت أمس الخميس حوالي خمسة وعشرين ألف وخمسمائة وافد من أوكرانيا فيما غادر حوالي خمسة وعشرين ألف وتسعمائة شخص للعودة لبلادهم مشيرة إلى أن عدد العائدين إلى أوكرانيا بلغ حتى الآن أكثر من ثلاثة ونصف مليون شخص وذلك منذ شهر فبراير الماضي غادرت سفينتين موانئ أوكرانيا المطلطة على البحر الأسود وكانت إحدهما محملة بأول شحنة قمح أوكرانية تم تصديرها بمجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة هذا وغادرت أربع عشر تسفينة حتى الآن أوكرانيا خلال الأسبوعين الماضيين في عقابة اتفاق مع روسيا يسمح باستئناف صادرة الحبوب من موانئ أوكرانيا على البحر الأسود وذلك بعد توقفها لمدة خمسة أشهر بسبب الحرب ربما يشكل الاتفاق حول الحبوب الأوكرانية بداية التسوية للأزمة الأوكرانية التي بدأت قبل ستة أشهر ونصف تقريبا فوفقا لتقارير إعلامية غادرت سفينتان أخريان من أين أوكرانيين على البحر الأسود ليصل عدد السفن التي غادرت البلاد بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى أربع عشرة سفينة ووفقا للتقارير الإعلامية فإن السفينة سوروموفيسكي غادرت ميناء تشوروموريسكي الأوكراني وعلى متنها ثلاثة ألاف وخمسون طن من القمح وأن السفينة ستار لورا التي ترفع علم جزر مارشال غادرت من مدينة بفيدني وعلى متنها ستون ألف طن من الذرة اتفاق وقعته روسيا وأوكرانيا في الثاني والعشرين من يوليو برعاية الأمم المتحدة يسمح باستيناف صادرات الحبوب الأوكرانية المتوقفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية وشحنات المنتجات الزراعية الروسية رغم العقوبات الغربية للتخفيف من أزمة الغذاء العالمية وارتفاع الأسعار الاتفاق ينص على إنشاء ممرات آمنة للسماح ببحار السفن التجارية في البحر الأسود وتصدير من عشرين إلى خمسة وعشرين مليون طن من الحبوب الأمم المتحدة حذرت في وقت سابق من أن توقف شحنات الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود قد يؤدي إلى اندلاع مجاعة في جميع أنحاء العالم إذ إن روسيا وأوكرانيا شكلتا معا قبل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ما يقرب من ثلث صادرات القمح على مستوى العالم وهناك أكثر من سبعين سفينة أخرى عالقة في أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية بعضها محمل بالحبوب فعليا ولكن مع وصول السفن العابرة إلى أربع عشرة سفينة فهذه تمثل بادرة إيابية يمكن البناء عليها لإحداث اختراق دبلوماسي سلمي قد يوقف نزيف الدم جراء هذه العملية العسكرية ترجمة نانسي قنقر